في إطار تجهيز المواقع السياحية لبدء استقبال السياح نظمت مبادرة جوالة الطبيعة الشبابية حملة نظاف تنوى توعية في منطقة أمقيس الأثرية وقال مدير مديرية أثار إربت زياد غنيمات إن الحملة جاءت بالتزامن مع بدء تعافي الأردن من جائحة كورونا لافتاً إلى أن عدد زوار مدينة أمقيس خلال يوم أمس بلغ حوالى 800 مواطن من جانبه مدير سياحة أمقيس حازم كنعان شدد على أهمية العمل التشاركي بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الخاصة فيما يتعلق بالتوعية والتحذير من السلوكيات السلبية للمتنزهين هدف هذه المبادرة أنه الآن إيجاد بيئة نظيفة في المواقع الأثرية وأيضاً المواقع الأثري اللي بدأ أحكيها أنه نظيفة وهذه المبادرة تأدت طبعاً التي هي ترويج للمواقع الأثرية ومن أبرزها إلى موقع أمقيس الأثري نعاني في بعض المواقع السياحية والأثرية من مشكلة السياحة العشوائية وللأسف بعض الثقافات التي تنتج من هذه السياحات الغير مسؤولة في بعض الأحيان من تراكم النفايات الصلبة وبعض النفايات والمخلفات لذلك ارتاج جزء دارة السياحة من خلال كوادرها وكوادر دارة الأثر العامة أن يكون هناك حملات دورية للمحافظة على نظافة المواقع السياحية والبيئية بالأردن بحس إنه كتير مهم يلي نوعوي عن البيئة والنظافة والبلاستيك في كتير 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 زبالة بكل الأماكن وكتير كتير بلاستيك وهاي شي شي ساي كتير إشان البيئة وإشان نحنا يعني هاي الكرة يلي نحنا نسكن فيها كتير مهم هاي حياتنا